الإخباري والذي نستهله بشأن الأمن ففي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عملية متفرقة بكل من تمنرسة وعنكزا من ناحية العسكرية السادسة عشرة مهاربين وحجز ثلاثة مركبات ربعية الدفع ودراجتين ناريتين وأربعة من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بإليزيا ناحية العسكرية الرابعة شاحنة محملة بـ 270 كيلغرام من مادة التبغ من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 154 مهاجرا غير الشرعي من جنسيات مختلفة بكل منعين صالح والطارف عن نابا بشار ورقلا وكذلك تيندوف شكرا